سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان متزوج السيدة سارة وكانت لا تنجب وسيدنا إبراهيم يعني احنا نلنا شرف انه وطأت قدماه أرض مصر جه مصر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن ونلنا شرف عظيم جدا انه تزوج السيدة هاجر أمنا هاجر تلك المرأة المصرية العظيمة اللي أنجبت إسماعيل اللي هو جد العرب سيدنا إسماعيل عشان كده بحزبة بسيطة خالص يبقى المصريين أخوالي العرب مش هاجر من عندنا لما تسأل إسماعيل مين إخوالك يا إسماعيل يقولك إخوالي أهل مصر أمي من مصر يبقى أخوالي المصريين ده إسماعيل عليه الصلاة والسلام إسماعيل هو مين بقى هو جد العرب زي ما نقوله من أخوال الرسول الله نقول بني النجار أخوالي النبي اللهم صلي عليه ولما كان النبي يشوف سعد بن أبي وقاص جاي يقول هذا خالي آه هذا خالي فليرني امرؤ خاله شوف يعني والوحيد اللي النبي جمع له أباه وأمه النبي عمره ما قال لحد في داك أبي وأمي إلا لشخص واحد قال هل سعد يقولك ما جمع النبي والده لأحد يعني أبوه أمه ما جمعهمش الحد إلا لسعد قال له ارمي سعد في داك أبي وأمي ينهر بيض ما خالي النبي بقى وبعدين إيه جي النبي بقى يعني أنعم على سعد نعمة كبيرة قوي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إيه النعمة الكبيرة النبي رفع إيده لربنا وقال اللهم استجب لسعد إذا دعاك رحمات يا ناس ما شاء الله تعالوا نشوف اللقطة اللي بنؤكد بيها احتياجنا الشديد لرحمة ربنا عشان نسعد بيها في الدنيا وننجو بيها في الآخرة سيدنا إبراهيم كان متجوز السيدة سارة ما أنجبتش زار مصر وتجوز هاجر أنجبت له إسماعيل بعديها أنجبت السيدة سارة يعني إسحاق اتولد إسحاق جه بعد إسماعيل اللي اتولد الأول إسماعيل جميل أول وبعدين لما جات الملائكة عشان تبشر السيدة سارة أنها هتحمل وهيجي لها ولد والولد هيكبر ويتجوز ويجيب ولد برضو وكانت السيدة سارة عقيم ما كانش بتخلف فالملائكة راحوا بيت سيدني إبراهيم دخلوا عليه في صورة بشر عاديين قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون تفضلوا استريحوا فراغ إلى أهله ذهب بسرعة دخل جوه فجاء بعجل سمين عشان الضيوف بتاعته فقربه إليهم قال ألا تأكلون قالوا له لأ فأوجس في نفسه خيفة قالوا له ما تخافش يا إبراهيم إن رسل ربك أهلا وسهلا خير قالوا إحنا جايين لمهمتين اتنين المهمة الأولى إنه إحنا بنبشرك بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب